الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجنا أسرار التنزيل نتناول فيها الاستعمالات القرآنية للألفاظ العربية وما يتعلق بذلك من دلالات وآثار ومعاني وقفنا عند استخدام الفجار والفجرة ومثل ما قيل في جميع الكفار يقال في جمع الفاجري فالفجار أشد جورا وظلما من الفجرة إذ غلبت على الفجرة الإسمية أما الفجار فهو لتكثير الفعل ذلك جاءت في مقابل أصحاب التقوى قال تعالى أم نجعل المتقين كالفجار لأن المتقين هم خلاصة المؤمنين فكذلك الفجار هم أشد الناس اصرافا على أنفسهم كما أشد الناس طاعة لله هم المتقون والتقي كما قلنا أعلى منزل من المؤمن فحتم أن يكون مقابل ذلك هذه الخلاصة أيضا هم من هم أشد فجورا وجورا ممن يفجر أكثر من مرة لذلك سيغة مبالغ فجار لأنهم فجروا أكثر من مرة قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم المقابل له وإن الفجار لفي جحيم لأن الأبرار كما قلنا هم أفضل من ارتقى بالطاعة كذلك الفجار هم من كانوا أسوأ حالا من غيرهم فمنزلت الأبرار أعلى من منازل المؤمنين فكان لابد أن يقابل ذلك في الجور من هو أشد فجيء بالفجار يبدو أن الفجار هنا يراد بهم الكفار وليس فساق المسلمين وإنما جيء بلفظ الفجر في فساق المسلمين هكذا يبدو لأن فجور المسلم إنما يكون وبالا عليه دون غيره فاكتفي من الجمع بما دل على الإسمية فقط فضلا عن ذلك مجيئه مع الكفرة وذلك في قوله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة وهم كفرة النعمة كما ذكرنا من قبل أما كافر النعمة يكون مسلما غير جاحد للإيمان في حين تجد الفجار يقع في سياق الكفر ومن ذلك قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وردت أيضا الآية في سياق الكفر بيوم الدين وآيات الله ومن يقول بذلك فقد انتهى من كفره قال تعالى ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين طيب قريب منه أيضا في هذا الوزن أبرار وبررة فجمع البار في القرآن الكريم على أبرار وبررة واختص الأول وهي كلمة أبرار بالآدميين من العباد والزهاد والأولياء جعل الله وإياكم منهم واختص الثاني بررة بالملائكة في الاستعمال القرآني قال تعالى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أي الصالحين من عباد بني آدم والزهادهم وأوليائهم قال تعالى في آل عمران وما عند الله خير للأبرار وقال إن الأبرار لفي نعيم أما الملائكة فالقرآن يستخدم البررة بأيدي سفر كرام بررة يعني على وزن فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون هنا الملائكة لا يعني به بني آدم ولذلك استدل بعض العلماء على عدم اشتراط الطهارة في مس المصحف أو حمله وبالتالي أيضا اختلفوا في أصل الجمعين على أنهما ليس جمع بار كما أسلفنا إنما برر جمع بار وأبرار جمع بار وبر أبلغ من بار قالوا لأنه صفة مشبهة تدل على الثبوت لذا اختص ذلك بالملائكة والبار بالآدمين وذلك على أساس أن في جانب البر والخلوص من السيئات هي أنقى تلك الصفة في الملائكة من الإنسان فالإنسان ركب فيه الشهوة كما ركب فيه العقل وإن غلب جانب الصلاح في المصلحين والأولياء لكنه يبقى أن جانب الصفاء الخالص وفي الملائكة أكثر غير أن وزن فعل في جمع القرآن مفرده فاعل كورث جمع وارث وحفظ جمع حافظ وسفر جمع سافر وكذلك فجر وكفر وفضلا عن ذلك أن جمع أفعال يكثر في فعل فيكون البر أولى بجمع أبرار منه بجمع بررة طبعا والذي يهمنا هنا أن البررة كما قلنا اختص بجنس من الملائكة لأنه منقول من الإسمية ويراد به جنس من الملائكة يسمون بالبررة أن هناك الملائكة على أصنار فالصنف يسمون الحفظة وصنف الخزنة وحملة العرش وأصحاب الجنة وأصحاب الخزنة النار ومنهم قسم يسمون البررة أولاء يعني كما يبدو أنهم مختصون بحفظ كتاب الله وما يتعلق به والأبرار فهو من أبنية جموع القلة نحن في العربي عندنا جموع قلة وجموع كثرة والأبرار بالنسبة لغيرهم من بني آدم قليلون طبعا لذا قال تعالى إن الأبرار اللي في نعيم وإن الفجار اللي في جحيم الأبرار جمع قلة لأن الأبرار قليل وقليل من عبادي الشكور فاليوم لو مثل أحصينا المسلمين من بني آدم اليوم عندنا سبع مليارات وكسور لا نجد إلا مليارا مثلا أو وقليلهم من المسلمين لله تعالى الموحدين ثم هؤلاء الموحدون تجد قليلا منهم هم على الجادة على الصواب ربما لا يكون منهم إلا عشر بالمئة مثلا أو يزيد وبالتالي الأبرار هم أقل القليل وقليل من عبادي الشكور وهم يتفاوتون هؤلاء القل أيضا يتفاوتون لذلك جاء مع الأبرار بجمع القلة أما الفجار جاء بجمع الكثرة لأنه كما قلنا لكثرة إجرام وفعل يعني قدامهم على فعل الإجرام وكثرة خطيئاتهم فهم كثرة الفجار كثرة أما الأبرار فهم قلة طيب أيضا جموع فعال منه أسور وأساور يعني أفعل وأفاعل وهنا تطرد أيضا في جموع القلة صيغة أفع في جمع فعال ومنه جمع سوار على أسورة ثم إن جمع أفعل كما قد يجمع على أفاعل فيكون جمع الجمع هناك عندنا صيغة جمع جمع القلة وهناك جمع الجمع من ذلك الإناء يجمع على آنية والآنية تجمع على أواني هذا جمع ثاني أعلى منه ومنه السوار يجمع على أسورة وتجمع الأسورة على أساور لذلك القرآن الكريم اختار هذه اللفظتين بدقة عالية فاستخدم الأساور جمع الكثرة في حلي أهل الجنة قال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب كما في الكهف والحج وفاطف وقال في الإنسان وحل أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا هنا جيء طبعا جمع الكثرة في الحلي أنه يناسب لباس أهل الجنة وكثرة ما أتحفهم الله عز وجل من الحلي والرقي والإنعام والإكرام فناسب الكثرة فيه أما الأسورة فقد وقعت في سؤال فرعون موسى عليه السلام أن يلقى عليه أسورة من ذهب قال في الزغرف على لسان فرعون فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين والعرب كانوا إذا سودوا رجلا سوروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب علامة على رئاسته فالقلة طبعا في أسورة الملك ظاهرة لأن الملك هو أندر من النوادر في الأقوام والتعداد غير أن الذي يلفت النظر استعمال الحلي مع الأساور واستعمال الإلقاء مع الأسورة فكانت الأسورة ليست مما يتخذ للزينة لذلك قال ألقي عليه وإنما هو تعبير عن مقاليد الحكم فقط لكن بالحلي يناسب الاستعمال الحلي فالحلي يرتدى غير ما يلقى عليه هكذا يعني لا يلقى الزينة هكذا وهذه مناسبة عظيمة ودقة في الاستعمال القرآني وننتقل إلى وزن أيضا فعيل وفعل في القرآن الكريم ومنه أجلكم الله حمير وحمر طبعا يجمع حمار على حمير وحمر وأحمرة وجاء استعمال الحمير والحمر في القرآن الكريم واختص القرآن الحمير بالأهلية منها لأنه عندنا الحمير وحشي وأهلي وقال تعالى في النحل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وقوله واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أما اختص الحمر بالوحشية يعني الحمير بالأهلية والحمر بالوحشية هذا من نقة استعمال القرآن أيضا وروعة استخدامه للألفاظ والأوزنة قال تعالى كأنهم حمر مستنف فرت من قسورة طبعا قسورة هنا الأسد يعني كما معروف فاختصاص طبعا آية لقمان بالحمير الأهلية أيضا على الرغم من عدم ذكر الركوب معها ذلك أن نكير الصوت هو للحمار الأهلي لنهيقه كما هو معروف الوحش ليس مما يستنكر صوته لأنه ينشج ويسحل ويعشر كما قيل ولا ينهق طيب أيضا من استخدام القرآن وروعته على فعال وفعيل من جموع فعال وهي مثل استعمال لكلمة عباء وعبيد طبعا يعني يلد في كتب اللغة أن العبد الذي هو خلاف الحر يجمع على عبيد أما العبد الذي هو العابد فيجمع على عباد في القرآن الكريم للعباد دلالة خاصة هي الإشارة إلى عباد الله الطائعين المخلصين له بالعبادة لذا نسبهم الله تعالى إليه في جميع القرآن يا عبادي وعبادك وعبادنا وعباده وعبادي وعباد الرحمن اختص العباد بهؤلاء النخبة الصفوة الذين ما زال الله يخاطبهم ويتحبب إليهم ويحببهم إليه ما زال يعفو عن سيئاتهم يدعوهم إلى التوبة يدعوهم إلى الرجوع كلما أخطأوا يدعوهم إلى الإكثار من الطاعة كلما عملوا هذا الجمع يساق فيه مضمار الترفيع والعلو والتشريف الإلهي والدلالة على الطاعة قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون لما يقبلون على الله تعالى بعد طول عناء من هذه الحياة الدنيا يخاطبهم المولى عز وجل يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون لا تخاف ما سيأتي لأنك من عبادنا من خلصنا من صفوة عبادنا فلا تخاف ولا تحزن على ما فات حيانا الميت ربما يحزن على يتذكر عياله وأهله وبالتالي الله تعالى يقول لا تحزن فهو يتكفل بهم وكان أبوهما صالحا وهذا من كرم الله عز وجل على الصالحين وعلى ذراريهم وقال تعالى وأدخني برحمتك في عبادك الصالحين على لسان سليمان في عبادك الصالحين معهم هؤلاء العباد الصفوة قال تعالى في فاطر ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا نسبهم له ولو لم يكن إلا هذا لكفا وقال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده فالجنة كما قيل في الأرض لو عني بها يوم القيامة الجنة فهي يريثها الصالحين من عباد الله حتى في قضية السؤال والدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يعني لم يقل فقل على منوال القرآن يستفتونك فقل يسألونك لكن في قضية الدعاء خلاص لما رادوا أن يسألوا وإذا سألك عبادي عني سألوا نبياً رسول الله ونبيه عن الله فإني قريب الجواب تكفل الله به مباشرة فإني قريب إذن هو قريب من عباده وهنا القريب يعود هنا الضمير على أقرب مذكور وهم العباد الذين السائلون هنا هم العباد وقال أيضاً يرقي أوصافهم ويزكي أفعالهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح وصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضاً لصون العر إصلاح أما ترى الأزد تخشى وهي صامتة والكلب يخسى لعمري وهو نباحه بالتالي عباد الرحمن يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهل دمهم الناقص انتقص منهم السيء قالوا سلاما فلا ينزلون لمستواه لأنهم الخلص لأنهم الرفعة أما ما ورد في القرآن على خلافه لنكتة لطيفة فقد جمع العبد الذي هو مسترق على عباد وذلك في قوله تعالى وَإِنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَائِكُمْ اللَّفَّة يعني جاءت على هذا الجعم تكرمة له وإن كانوا من العبيد لأنهم قوم صالحون فلا يضره أن كان من العبيد فاستغني بصلاحهم عرقهم فيالى الله لكرمه وفضله وكما أن القرآن طبعا يجاري العرف بلاغة اللظ وصحر البيان تجده يجاريهم في معاني الألفاظ في استحسان ألفاظ وترفيعها أو تحقير ألفاظ أخرى والحط من منزلتها ولما كان العبيد هم المستعبدون من الناس وهم محتقرون في مجتمع العرب لانحقاط منزلتهم بالنسبة إلى الأحرار على هذا جاء القرآن بلظ العبيد في موضع أي في القرآن الكريم في موضع التحقير وتصغير الشأ إشارة إلى العصات من خلقه لذلك لم يضفهم إليه سبحانه في العباد أضافهم إليه قال عبادنا وإذا سألك عبادي أضافهم له جملة يعني في معظم نفسي في الجمعي أو المفرد لكن العبيد لم يضفهم إليه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد يعني حين يعذب الله هؤلاء الذي يسماهم عبيد وطبعاً الكل مشترك في العبادة إلا أنه اختار هؤلاء العباد غير العبيد يعني في مقام التشريف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة فلم يقل على نبيه ورسوله العبادة من أشرف المنازل أن تكون عبداً لله لذلك الله في جميع مواطن التشريف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بنبيه ورسوله لما تمحض بالعبودية لله استحق أن يرفعه بالإسراء في قضية الإسراء والمعراج لما تمحض في عبودية لله استحق أن ينزل عليه الكتاب وهكذا في القرآن لكن هؤلاء الذين هم فيهم صفة العبودية لله إلا أنهم تخلوا عنها وتكبروا عليها وتملصوا منها فاستحق أن يوصفوا بما تصف العرب على وجه التحقير بالعبيد في الأنفال نجد ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد فالله لا يظلم أولئك العبيد الذين أسرفوا على أنفسهم وتجاوزوا الحد وذهبوا معترضين ومعرضين عن أوامر الله عز وجل فالله لا يظلمهم الله يدعوهم أرسل لك الرسل بعث لك الأنبياء أنزل عليك الكتب ما زال يتحبب إليك يرشدك إلى الطريق وأنت معرض إذا يقول عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ولو نجد في الحج أيضا على هذا المنوال ثاني عطفه لضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلاء من العبيد حاشا فسياق الآيات في ذكر الكاثرين وما سيلقاهم من العذاب والخزي لما قدمت أيديهم فحسن مع ذلك كما قلنا مجيء العبيد تحقيرا لهم بدليل اقتراني هذا الجمع بلفظ الخزي وبعبارة العذاب والتنكيل كما رأينا وهذا يعني فيه مزيد يعني انتباه للعبيد أن يكون أن تكون إما من العباد أو أن تكون من العبيد جعل الله وإياكم من عباده الخلط طيب أيضا ننتقل إلى وزن آخر ودقة الاستعمال القرآني منها أفعل وفعول أعين وعيون المعروف أن جمع أفعل من جموع القلة وفعول أحد جموع الكثرة وقد جمعت العين في القرآن الكريم على أعين وعيون لكن الأعين اختصها القرآن بالعين المبسرة والعيون اختصها القرآن بجمع عين الماء العين الماء العرب أيضا تسميها عيون فالمفرد أيضا من المشترك هذا مشترك لفظ نحن عندنا يعني مثل العين تطلق على عين الذهب على الباصرة على الجارية يعني هذا اللفظ يطلق على عدة معان هذا أيضا مما يشترك فيه المعاني تزدحم المعاني في لفظة واحدة على عكس المترادف كما سنقف عليه أيضا المفرد من المشترك إما المغاير بين الجمعين فمرجعه كما قلنا إلى القلة والكثرة في بنية الجمعين أنفسهما فالقلة في العين المبسرة ظاهرة إذ لا يتعدى أن تكون لكل مخلوق عينان يعني يعني لماذا ناسب كما قلنا لأنه اختخدم القلة لأن العيون الباصرة قليلة كنسبة أما والبصر لا يكون إلا أنسان له عينان وبالتالي يبقى رهين العينين كما في جمع القلة مراعاة لحقيقة البصر بالعين على عكس الجارية كما قيل لذلك نجد في المائدة ترى أعيونهم تفيض من الدم وفي الأعراف لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها الجمع كان على أعين وهو جمع عين الباصرة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الأعين هنا استعملت مجازا مع الحق سبحانه وتعالى للدلالة على العناية فالله تعالى تنزه عن المشابهة خلقه ليس كمثله شيء والحق كما قلنا منزه عن التجسيم قال تعالى واصنع الفلك بأعيننا وحينا أي برعايتنا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا نحن العرب الآن تقول فلان بعيني يعني مداراتا ومراعاتا وهذا من كرم الله عز وجل لأحبابه وأما جمع الكثرة كما قلنا استخدمها مع العيون لكثرتها لأن العيون كثيرة كما وأثرها كثير لا يقاس بالأعين قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون فوقع جمع الكثرة في عيون الجنة دلالة على كثرتها واختلاف طعومها وما فيها من النعيم الكثير الوفير أقل منزلة فيه كمثل الدنيا عشر مرات كما في الحديث المشور وما يدلنا أيضا على إرادة التكثير في جمع العيون نجيء الفعل فجر وهو أيضا مضعف للتكثير وذلك في قوله تعالى وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ففجر أيضا للتكثير فناسب العيون أيضا للكثرة وقوله وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر في قضية غراق قوم سيدنا نوح في طوفان المعروف طبعا هنا تمييز النسبة يعني فيه ما فيه طبعا للدلالة على الكثرة حتى كأن الأرض أصبحت كلها عيونا تنضخ طيب أيضا من جموع فعلة فعلة وفعلان مثل أخوة وإخوان التي وردت في القرآن الكريم طبعا ورد جمع الأخي في القرآن على إخوان وإخوة إخوة اختصة في القرآن بالأخوة الذين هم في النسب وجاء الإخوان لا في إخوان الدين أو الصداقة وهذا أيضا من دقة استعمال القرآن الأخوة في القرآن الكريم كما قلنا في النسب والإخوان في قضية الدين والصحبة وجمع فعلة من جموع القلة فجاءت إخوة النسب على القلة لأنه قليل يعني الإنسان أخوانا قد يكون المسلمين جميع عندما المؤمنون أخوة فالإخوان الكثرة تناسبهم أما الإخوة فهم قلة مهما كانوا بالنسبة للإخوان فهم قلة فجاءت إخوة النسب على القلة لأن الأخوة في الغالب لا يتجاوزون العشرة قال تعالى في ذكر الميراث فإن كان له إخوة فلأمه السدس وجاء جمع الأخوة في إخوة يوسف قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين طبعا لم يخرج جمع الأخوة عن النسب إلا في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ويعني بعضهم خرجه يعني كما في صاحب بعض المفسرين تخريجا يتلاءم وصيغة الجمع في مقام الآية قال بعض أهل اللغة الأخوة جمع الأخ من النسب والإخوان جمع الأخ من الصداقة قال تعالى إنما المؤمنون إخوة تأكيدا للأمر وإشارة إلى أن ما بين الأخوة من النسب والإسلام كالأب يعني هذا هنا أراد معنى آخر دلالة غير قضية الكثرة والقلة أراد الأخوة المؤمن أن تكون هنا قوية كأخوة النسب لا تختلف عنها فأراد أن يكتسبها أيضا دلالة كما قال قائلهم أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميني كما قلنا أما الإخوان فهم أحد جموع الكثرة فصلح مجيئهم مع إخوان الدين الصحبة لمطلق الكثرة والذي يظهر في القرآن الكريم أن إخوان الدين هم الذين يجمعهم معتقد واحد قال تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قد يكونون آلاف ملايين من سبقنا بالإيمان قد يكونون مليارات تلك الأخوة في الإيمان ومن الأخوة أيضا في الكفر والغير قال تعالى في سورة الحش كما ذكر إخوان الإيمان هنا الآية قابلها بذكر إخوان الكفر ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم فإخوان الكفر أيضا كثر وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة وفي الأعراف وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون إذن هو الأخوة هنا الأخوة المعنوية فقد يؤتى بجمع الكثر مع إخوة النسب ذلك كما قلنا في سياق الآيات في ذكر عموم المؤمنين ولا يراد منه أخوة معينون كان يكون لأبوين اثنين كما يغلب في سياق جمع الأخوة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم إلى آخره أحب إليكم من الله ورسوله وقال في الأحزاب لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن فهنا قد أتى بالإخوان هنا كما نقول لأن السياق الآية ذكر عموم المؤمنين طيب أيضا ننتقل إلى قريب منه إلى فعول وفعلان ذكور وذكران أيضا يجمع الذي يعني يلاحظ أن الذكور عام في كل ذكر يقع ضد الأنثى أما الذكران فيراد به الجمع صنف من الذكور دون غيرهم ليس مطلقا ويغلب على جمع فعلان التخصيص فالصفات إذا جمعت على هذا الوزن اكتسب تخصيصا إضافة قال الرضي وإذا انتقل فاعل من الصفة إلى الإسم كراكب الذي هو مختص براكب البعير وفارس المختص براكب الفرس وراعي المختص براعي نوعي المخصوص ليست كما ترى على طريق الفعلي فإنه يجمع في الغارب على فعلان كحجران في الإسم الصريح طبعا إذا كانت الصفة محمولة على الإسم فمن باب أولى أن يكون الأصل هو الإسم أحق بالتخصيص ومما يكتشف ذلك أيضا في وقوع الذكور والذكران في سياق واحد في آيات الكتاب العزيزي كقوله تعالى في سورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور هنا الذكور مقابل الإناث أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة فسبحانه وتعالى فلما ذكر الخلق جاء بلفظ الذكور لأن الخلق يقع على كل على كل كما قلنا ولما ذكر التزويج ومعناه الإقتران وهو أن تلد المرأة غلاما فجاريا ثم غلاما فجاريا وقيلهم التوأم فذكر الذكران إشارة إلى تخصيصهم بهذه الحالة من الولادة فجرى ذكر الذكران بعد الذكور من باب ذكر الخاص بعد العام لأنه الذكور أعم من الذكران لأنه صنف خاص كقوله تعالى أيضا في الشعراء تأتون الذكران من العالمين هنا صنف من الذكور خاص بهم إذ أنهم لا يأتون الأطفال والشيوخ وإنما يأتون من تستسيغه نفوسهم المنكرة المنكوسة عن الفطرة قريب منه أيضا فعلان وفعل عميان وعمي فيضطر الجمع أيضا في دقة الاستعمال القرآني جمع فعل في وصف أفعل فعلاء ويجيء كثيرا على فعلان كحمران وسودان وعميان هكذا وقلنا أن الجميع في الصفات يفيد التخصيص يعني الصفة إذا تجمعها يريد به تخصيص نوع معين فالعميان يغلب على الإسمية إذ يراد منهم هؤلاء الصف من الناس الفاقدي البصر في حين العمي يغلب عليه الوصف إشارة إلى أن فلان إلى فاقد البصيرة السودان تريد به الصنف من الناس وتقول السود وتريد لا كل من اتصف بالسواد لكن السودان مجموعة كثياب سود وأحجار سود وغرابيب سود هكذا والذي يلفت النظر أن القرآن الكريم أن العميان فيه يراد به عميان البصر فهو على أصله كما قلنا في التخصيص بصنف الذين في عيوبهم خلقا في حين ذكر العمي في عمي البصيرة فغلب عليه الوصف وتقدم احنا ذكرنا وقفنا على أن الأعمى يأتي في من فقد البصر والبصيرة هو من المشترك فجمع فقدان البصر أو جمع فقدان البصر غير جمع فقدان البصيرة الذي يلاحظ أيضا أن العميان جاء ذكرهم في القرآن في سياق ذكر عباد الله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا الآية تشير إلى أنهم ليسوا كالعميان فمن تشريف الله عز وجل لهم لم يذكر معهم الجمع الخاص بقضية عمل قلب وإنما اختص على ذكر عمل عين فضلا عن ذلك أن التشريف في هذا الموضع حسي يعني لا يقعون وقوع العميان لم يخروا يسقطوا وقال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا يعني وقوله فخر عليهم السخف من فوقهم هذا التشبيه كما قلنا لا ينتظم معه عمل قلب لأنه معنوي غير محسوس فلو تنظر إلى بيان الآية كيف جمع المحسوس إلى صنوه فأتى بالعميان مع الخرور خر في حين جاء نعم نعم نأخذ إن شاء الله الأسئلة ونكمل بعد ذلك سؤال من آلات فضل حياكم الله فضل آلات فضل حياكم الله بالتالي نعم لو نقف إلى القرآن كيف يستخدم هذا أيضا بالتأنيب وما أنت يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم أفأنت وقال في موضع آخر أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي وقال يعني ذا من لهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون وبالتالي هؤلاء الذين كأن على بصرهم وبصيرتهم غشاوة لا يرون الآيات ولا يلتفتون لها أعلو السلام عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله مرحبا شيخ أهلا وسهلا حياكم الله بإياكم أشكرك على هذا البرنامج الله يسلمكم بارك بيكم أريد بك بس تدعي لأختي عم المري وفدنو بيعني تعباني وأطلب منك بس ندعي لها بالعافية إن شاء الله العفو والعافية والمعافات الدائمة في الدين والدنيا والأخير أي والله لأن مقهورين عليها فدنو وأريدك بس تدعي لها بالعافية يا رب إن شاء الله العافية نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيها ويشفيها من كل ذا وهو على ذلك قدير وبالتالي قال تعالى في سورة الإسراء ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم كيف تحشرهم يا رب عمياً وبكماً وصمّا فكما قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كما كنت لا ترى آياتنا التي يعني شاخصة قرآن الكون المنظور أيضاً الآيات كلها والدلائل والأخبار والإنذارات ما جاء به الرسول ما قال به العلماء ما سمعته من هتافات كل ذلك كنت لا تسمع ولا تبصر في يوم القيامة أنت على هذه الحال نعم فضلوا حياكم الله السلام عليكم السلام ورحمة الله قرآن من زيارة حياك الله كل الهلا حياكم كذلك أننا مهجرين من الثاني وثلاثة نعم 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 بلخم سترعين هلنا هنا أطراحه هلنا تأجرنا من الثلاثة من الثاني وثلاثة نعم هلنا الأراض يعني يحضروا محامية دون يطعون التعويض نعم هل هذا التعويض حلال أم حرام ما دام أنتم متضررين فالتعويض حلال إيه ما يرحل أن أطلعوا إلى ثلاثة تبقى وخمسة وثمعين وإننا قعدنا بين المنو خمسة وثلاثة من الثاني وثلاثة من الثاني وثلاثة هلنا حاليا بالمقدارية بالبديئات والله جزاك الله إن شاء الله الله يرفعوا عننا وعنكم وعن المسلمين الضيقة والأذى ما دام أنت وقع عليك ضرر بسبب الأحداث سواء كان سابقة أو لاحقة فللدولة يعني أيضا يعني يجب عليها أن تعوضك ما أصابك من البلاء وأي طريقة تستطيع أن تأخذ التعويض بأي معاملة تقدمها فلك الحق في ذلك هذا حقك ولك الحق استخراجا متى ما استطعت إليه سبيلا جزاك خيرا منه نعم إن شاء الله والآن أيضا ينتقل إلى قضية ما نسميه اسم الجنس الجمعي واسم الجنس الجمعي هو ما له مفرد يشاركه في لفظه ومعناه معا لكن يختلف عن مفرده بزيادة التأنيث أو يا النسبة يعني تمر تمر ثمر ثمر وهكذا روم رومي ويعني هذا معروف باسم الجنس الجمعي في اللغة العربية جمع أيضا فعلة على وزن فعل وفعيل نخل ونخيل النخل كما هو معروف اسم الجنس مفرده نخلة نضيف لتائس المفردة والنخيل جمع النخل واسم الجنسي حينما يطلق يراد به الاسم الموضوع للحقيقة من حيثية يعني حقيقة النخل حقيقة التمر حقيقة الماء وهكذا حقيقة الروم وإذا ما أطلق طبعا يدل على العموم بحيث يصح أن تطلق على القليل والكثير ويصح تطلق على المفرد والمثنى وتقول هذه نخل يعني سواء كان يعني كنت عنبا أو تفاحا ربما أنت لم تأكل إلا واحدة أو اثنين فهذا كله أكلت تمرا ولو تمرا واحدة يصح أن تطلق عليها طبعا يوضع اسم الجنس للدلالة كما قلنا على ماهية الشيء من حيث ذاته سواء أكان واحدا أم مثنى أم جمعا فالنخل في القرآن الكريم إذا أطلق أريد به الماهية ماهية وعين يعني النخل أما النخيل القرآن إذا استخدم النخل كما قلت يريد الحقيقة حقيقة النخل أما إذا قال النخيل فلا يذكر لذاته إنما يراد به أنه أحد الأشجار التي تؤلف البستان وقد ورد ذكره مع الجنات الغاية هي لإرادة التكثير إذ هو جمع جمع هو جمع الجمع قال تعالى يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب سياق الكلام في ذكر الجنة وما تحويه وكذا كقوله فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب فالكلام جاء في ذكر الجنات أيضا نعم فضلوا حياكم الله بياكم أم مصطفى فضلي أم مصطفى أم مصطفى فضلي حياكم الله يبدو الاتصال انقطاع لذلك نقل نجد في القرآن الكريم فإنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون كما في يعني يضاعد وأكتر أما النخل كما قلنا يراد منه الذات ذات وما هي النخل إذا اتجهت الآيات إلى وصفه كقوله تعالى والنخلة والزرعة مختلفا أكله يعني ذلك في طعمه ومن وصف طوله والنخلة باسقات لها طلع نظيم نعم رجعة أم مصطفى تفضلي حياكم الله أم مصطفى فالنخل كما قلنا إما نراد منه الذات ذات والنخلة والزرعة مختلفا أكله أو الطول والنخلة باسقات لها طلع النظيد أو وصف طلعها والنخل ذات الأكمام كما في الرحمن وكذلك في الشعراء وزروع ونخل طلعها هضيم أو استعمال أحد أوصافه للتصوير والتشبيه تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر أو قوله فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية هنا النخل إما يعبر عن ماهيته أو بع أوصافه أما النخيل فيراد به الكثرة طيب اسم الجمع هو اسم مفرد لما نقول اسم جمع في اللغة العربية هو اسم مفرد موضوع لمعنى الجمع فقط وغالبا ما يكون لا واحد له من لفظه إنما يعني له واحد من معناه ولا يأتي على وزن خاص بالجمع ولا غالبة فيه وإنما فيه أوزان الجموع قد لا يخالفها لكن ليس له مفرد يعني السلام وأنا نقول زيدون مفرده زيد مثلا ورجال رجل لكن هذا لا مفرد له من لفظه من معناه مثل الرهب الغنم الخيل القوم النفر هكذا لا واحد له من لفظه ايش انت السؤال تمام تمام ان شاء الله نعم ان شاء الله ان شاء الله تمام وصل السؤال لش ابن مصطفى نجيب عليك ان شاء الله بعد اكمال هذه الفقرات وقع في القرآن الكريم مثل النساء النساء لا مفرد لها يعني المفرد منه امرأة فالمفرد من غير لفظه هنا ورد في القرآن النسوة والنساء فتأتي النسوة والنساء في جمع المرأة من غير لفظها كما قلنا لكن القرآن كيف استعملها اختصت النسوة بالذكر في سورة يوسف دون غيرها في القرآن وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن اسم الجمع نسوة وان كان مخالفا ايضا للجمع في كثير من الامور غير انه جاء على وزن من اوزاء جموع القلة المشهورة وهو وزن فعلا فجيء بالنسوة في قصة يوسف عليه السلام لانهن كن معدودات قلنا في امرأة العزيز ذلك قيل كن أربعا او خمسا كما قيل او كما جاء في التفاسير اما النساء فهو فجاء لمطلق التعبير عن جماعة الاناث ويقصد جميع الاناث في القرآن وهو الغالب في القرآن الكريم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين وغيرها من الآيات طيب إلى هنا إن شاء الله لنجيب على السؤال ونختمها أيضا هنا طبعا قضية التسبيح بهذه المسبحة طبعا لا بأس بل هي نعمة المسبحة أو نعمة المذكرة السبحة فالسبحة تذكر الإنسان على أوراده والآن هالكترونية فيها أعداد وهو الذي أدعو له طبعا الذكر المطلق هو مراد يعني الإنسان يسبح ألف ألفين لكن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل يعني واحد له يومية عنده مئة سبحان الله وبحمده مئة مرة الحمد لله مئة مرة لا إله لله وعده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير مئة مرة استغفر الله صباحا ومساء هي لا تجاوز دقائق دقيقتين إلى خمسة دقائق كلها مئة مرة صباحا ومساء يثبت عليها أفضل مما يوم يسبح ألف يوم ما يسبح هذا الورد وإن كان قليل أحب إلى الله من الكثرة التي قد تتواجد وقد تختفي فلذلك أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل فيجوز بالمسبحة والأولى أن تجعلين عدد محدد يعني يومية مثل مئة كحد أقل أدنى أمن أن يصيح واحده يسبح أكثر وأيضا يستحب التنويع بالذكر يعني سبح الله وبحمده مئة مرة الحمد لله مئة مرة لا إلى أهل الله مئة مرة استغفروا الله فينوع لا حول ولا قوة إلا بالله كل وحدة إلها سر وكل وحدة إلها أثر وكل وحدة لها فائدة وهي كلها لو تجمعيها ربما الإنسان خلال عشر دقائق يجعل من كل وحدة مئة مرة في الصباح والمساء ويمكن إذا ضاق وقته أن يردد ما قاله عليه الصلاة والسلام يومها لأحد زوجاته قل سبحان الله وبحمده عدد خلقه وإضاء نفسه وزنة عرشي ومداد كلماته ثلاث مرات ومما تعدل مئات أو آلاف لمن ضاق وقته ولا يعني لا يتسنى له الاكثار من الذكر وإن كان واحد اليوم ينتظر طبيب عنده وقت ينتظر أحد عنده وقت يمشي بالسيارة عنده وقت يعني يقعد هكذا عنده فعنده وقت الإنسان له وقت كثير يستطيع الإنسان لا يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم يعني ساعة يعني ولو دقيق يعني ولو الثاني يعني ساعة مقدار من الوقت لم يذكر الله تعالى نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته نسأل الله في هذه الليلة المباركة أن يمنى علينا بكرمه وفضله وعفوه وغفرانه أن ينظر إلينا فيتجاوز عن ذنوبنا ويمحو سيئاتنا ويكفرها وأن يرفعنا بفضله وكرمه وأن يلبسنا وإياكم ثوب الصحة والعافية والسلامة من كل أذى وبلاء ومرض وداء فهو القريب المجيب وحسب الإنسان أن يقبل على الله تعالى وقلبه متوجه إليه فإن الله لا يستجيب من قلب غافل الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر